السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزة نكمل حل السؤال من الأسئلة المرشحة لمادة الرياضيات ونكمل حل الأسئلة حل متباينة القيمة المطلقة ومثل حل على مستقيم العداد شوف طلاب متباينة القيمة المطلقة من أسهل أنواع المتباينات ليش؟ لأن هي أنت أصلا إذا فاهم المتباين المركبة راح تجي تحل هذا السؤال بكل سهولة شلون تحله؟ نقول الحل ونباوع أول ما تجي تنتبه على المتباينة المطلقة نشوفها يا علامة أكبر لو أصغر علامة أصغر علامة أصغر لأن صد به الجهة باوع منها نقراها هذا أصغر لو مفتوحة نشوفها باوع عليها مفتوحة لأن باوع عليها مفتوحة لأننا قلنا عليها أكبر بس لأن باوع عليها مضمومة منها يعني أصغر نقول أم X طبعا هذا الحل X زائل 6 X زائل 6 شبيه أكبر من الثلاثة أصغر من الثلاثة شن المطلق؟ نضيف هاي العلامة نفسه هنا ونعكس إشارته لثلاثة صعبة؟ لا أو الله مصاب وش نسوي؟ هاي العلامة نجيبها هنا نفسها والثلاثة نفسها نجيبها بس إشارتها نغيرها صارت عندنا متباينة اللي بها علامتين اللي شرحناها بفيديو سابق شرح نسوي؟ هاي اسموجة بستة نضيف سالب ستة لثلاثة أطراف يعني سالب ثلاثة هناك X زائل 6 وهناك ثلاثة أحنضيف هنا سالب ستة سنضيفها وراء الرقم ونضيف هنا سالب ستة ونضيف هنا سالب ستة هسه سالب ثلاثة بسالب ستة أصدر عندي سالب تسعة X ينزل ستة ناقص ستة صفر ثلاثة ناقص ستة سالب ثلاثة نحل السؤال بس مجرد بعد مثل ما قلت لكم وقشوات مكملة مجموعة الحل ساوي لي X بحيث ونتنزل هذه سالب تسعة X وهنا سالب ثلاثة تجي ترسم خط الأعداد خلييني رسمها مجال عندنا هواية احنا انا طبعا الخط شوي يخبركم بعواجلين BD عندي يخلي هنا هي الصفر وعنديك سالب ثلاثة دارتها راح تكون فاتحة والسالب تسعة كذلك دارتها فاتحة احنا طلاب ما زال عندنا علامة اصغر يعني راح تكون وي يعني الخطوط راح تكون بالنصفة خليها ببالك اذا عدنا علامة اصغر يعني عدنا ويه والاختوطة تكون بالوسطة شو لت السؤال جقس سهل شنا المطلق خلينا هاي العلامة وخلينا نفسه هنا وثلاثة عكسنا اشارتها بعدين ضفنا السالب موجب ستة ضفنا سالب ستة هنا وسالب ستة هنا وسالب ستة هنا عذرا بها السهولة هذي طلاب نشوف سؤال اخر اذا طلاب السؤال اخر طلاب من السلة المتباينة المطلقة كذلك نباو عليها تحتوي على علامة اصغر بس نشوف طلاب هذي هنا سالب خمسة يم المطلق انا ما اريد سالب خمسة يم المطلق اريد المطلق مباشرة وورا العلامة يعني ما اريد هذا الرقم شا سوي له هذا مو المطلق ما اريد ما اريد مو بصفة لا وورا المطلق ما اريد يعني طلاب اذا كان عندي مطلق مثلا عندي اخي واي ناقص خمسة اصغر او ساوات هذي عادي مسألة طبيعية مباشرة نحله بس اذا كان لا المطلق هناوس احنا اكون هذا المطلق ويما الخمسة والخمسة ما احتاجها اودي هين من الواحد اي هاي الفكرة الزايدة بالموضوع القبل شوي شرحته واحد راح يصير زاعد خمسة واضح هاي السؤال وزارجة امرتيا واي اصغر او يساء او ستة شكس سهل كمنا لا هسا راح نجي نحل مثل الطريقة السابقة حلينها بالفيديو القبلها مجرد راح احنا ش نسوي راح نقول الواي انشيل المطلق ان هاي العلامة يكررها نفسها ونكرر اشارة الستة انتهي السؤال اي انتهي السؤال مجموعة الحل اكس اي عفوا واي لان احنا عدنا قيمة واي ما عدنا اكس وهنا سالب ستة ازغر او يساوي واي وهنا ستة وستة القوس والرسم مالتها راح ارسم احنا لانه مراسم كلش بسيط هنا اخلى الصفر بالنص هنا راح نخلي الستة وهنا راح اخلي السالب ستة والخطوط راح تكون بالنص وتسألني ديش بالنص اقول لك لان عندي علامة اصغر علامة الاصغر هي علامة واي سهل وبسيط على السؤال نشوف سؤال اخر اذا طلاب السؤال مهم ومرشح اخر من الاسئلة الاسئلة الرياضيات حلم وتمانة القيمة المطلقة ومثل حل على مستقيم الاعداد عدنا اثنين اكس ناقص خمسة علامة المطلق اكب اه زائد ثلاثة اصغر من الدعش احنا قلت لكم قبل شوية بالمثال السابق الثاني هاي الثلاثة ما احتاجه هنا ما اريد يمن مطلقش يريده مطلق مباشرة العلامة يعني هذي شون الزايدة اوديها رقم يروح يمن الرقم حتى يبقى للمطلق احنا اثنين اكس ناقص خمسة احنا الدعش ناقص ثلاثة اذا اثنين اكس ناقص خمسة يطلع عندي هنا الدعش ناقص ثلاثة يطلع عندي ثمانية حسة اباو علامة اصغر لو اكبر علامة اصغر علامة الاكبر رح ناخذها بالامثلة السابقة اثنين اكس ناقص خمسة اصغر من الثمانية اشيل هذا المطلق اشيله ثمانية هاي الثمانية العلامة اكررها والثمانية اخلي سالة بثمانية العلامة اكررها واخلي سالة بثمانية حسة رحشة سوي هاي السالة بخمسة اضيفها بعكس الاشارة ثلاثة اطراف شون يعني يعني اضيف هنا موجة بثمانية لعف موجة بخمسة اضيف هنا موجة بخمسة وضيفي هنا موجة بخمسة أضيف موجة بخمسة تجد ثلاث أطراف هنا هي مو سارب خمسة موجة بخمسة موجة بخمسة موجة بخمسة سارب ثمانية زاعة خمسة يطلع لي سارب ثلاثة ثنين أكس تنزل عندي سارب خمسة تروحي لسارب خمسة ثمانية وخمسة ثلاثة عشر واضح واضح إن شاء الله السؤال سهل وبسيط ما بي أي تعقيد انتهي السؤال تقريبا بس مجرد أني أقسم على معامل أكس اللي هي أقسم على 2 هنا أقسم على 2 هنا وقسم على 2 هنا تروحي السارب الثلاثة إلى 2 لا ما بيها إذن يعني ش�ر بيها تنزل نفسها تنزل نفسها السارب الثلاثة على 2 الاثنين تروحي 2 أكس تنزل عندي 13 على 2 13 على 2 اذا مجموعة الحل سال بثلاثة على اثنين اكس بثلاثة عثلاثة على اثنين عفوان طلاب مضرب. هذه مجموعة الحل قلنا اكس بحيث نسيناها ما كتبناها واضح. نحل السؤال بس مجرد تسوي خط الاعداد. خلنا نسوي جو خط الاعداد شوي. نسوي خط الاعداد. الصفر هنا بالنص. ما زال عندك عدد موجب دارته هذا فاتحة تلتعاش على اثنين. هنا عندك دارة غامقة لو فاتحة لا كذلك فاتحة سعر بثلاثة على اثنين. وعندك علامة الاصغر راح تسويها خطوط من نص. يا علامة الاصغر بقى منها. علامة الاصغر عندك. راح تسوي الخطوط من نص. هذه كل الاسئلة الخاصة بلمتباني المطلقة التي تحتوي على علامة الاصغر. لازم تركز وتعرف وتحل علامة الاصغر شون تنحل وراح تحلك امثلة على علامة الاكبر. شكرا لكم مع السلامة.